اشتركوا في القناة 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 تمام؟ ونقول مثلا هنا ايه ايه نوتس اي ملحظات ثق الـ Subject ID هيكون عبارة عن ايه ID رقم تمام؟ وبالتالي هيكون من نوع Integer او Big Integer ايا كان بقى تمام؟ الـ Subject Name دوت هيكون ايه؟ اسم المادة اسم المادة ده عبارة عن ايه؟ حروف كما يعنى ان هيا حروف فانا هستخدم هخلي المكسيم لينس بتاعها كام خمسين زي ما هي النوتس دي دي نوتس بقى انا معرفش اللينس بتاعها هيكون كام اه ممكن انا مثلا اعمل لها معين او اخليها مقيدة بحيث مثلا انا هنا اخليه ما يكتبش ملاحظات مثلا اكتر من الف حرف ولكن دي طب ما انا اعمل الديتا طيب بتاع الفيلد دوت من نوع ايه من نوع تيكست ورايح تمام انا هخلي البرماريكي هنا مين هو subject id تمام وهخلي دي مش allow nulls يعني مش هتقبل كيم ايه null بمعنى ان طول ما هو بيشتغل مع الجدول دوت وطول ما هو بي insert data جوه الجدول ده فلازم يملى subject id والsubject ايه وsubject ايه هاجي كده اعمل save تمام هيقول لي اسم الجدول ايه اقوله ايه subjects خلاص اقوله اوكي تمام هروح دلوقتي املى الجدول اللي هو اسمه subject دوت بايه ببيانات جديدة تمام فمثلا هاجي كده املى open table واقول مثلا ان الماد اللي رقامها واحد اسمه english والماد اللي رقامها اتنين وهكذا بقى تمام وهفضل املى البيانات بالشكل اللي قدامك ده وزي ما حضرتك دلوقتي شايف عندي اكتر من subject او اكتر من مادة اللي عايز حضرتك تاخد بالك منه كويس ان انا من الشرط يكون الجدول دوت هو هو نفس الجدول دوت في عدد الايه الروز او عدد السجلات اللي موجودة فيه هنا انا عندي 14 رو اما هنا عندي 9 تمام يعني من الشرط انا ممكن مثلا ايه بربعة على حسب الحاجة اللي عندي يعني انت ما عندكش كونسترينت معين او عندك كيد معين بيخليك تتقيد بعدد سجلات معينة النوتس هنا مثلا دي هكتب فيها مثلا هنقول ايه المنمم مثلا بتاع المادة دي هيكون مثلا 50 مثلا marks تمام ومثلا في chemistry هخلي مثلا المنمم بتاعي 40 marks مثلا وفي history مثلا هقول ان هنا تين marks خلاص زي notes كده مثلا دلوقتي بقى صح صح في اللي هقولولك ده كويس انا هفتح ده كده هفتح الموديفاي بتاع جدول ال students وهفتح لك الموديفاي بتاع مين بتاع جدول المواد او جدول ال subjects في جدول ال students دلوقتي رقم الطالب ما ينفعش يتكرر انا انا كل اللي عايز اعمله قبل ما قبل ما اقولك بقى الكلام اللي انا عايز اقولهولك دوت ان انا عايز اخلي لكل طالب من دول لكل طالب داخل الجدول دوت ال score بتاعه او الدرجة بتاعته داخل مادة معينة من الجدول ده فممكن بعض الناس نقول اه طب احنا نضيف هنا مثلا حقل اسمه ايه اسمه score هقولك طب ده ال score ده ايه total ولا score بتاع مادة معينة لا احنا عايزين مادة معينة اه طب مثلا هيقولي كده طب نعمل field مثلا اسمه score field تانيه مثلا اسمه ايه اسمه subject فبمرة هنحط ال subject ومرة هنحط الايه score الكلام ده زي الفل بس اخد بالك من ال constraints اللي عندك اول constraint عندك اللي هو ايه ان ال student id primary key يعني ما ينفعش يتكرر طب تيجي نسيف على الوضع دوت بس عشان اواريك المشكلة والده ما كاتبه ماشي ازاي تعال كده نقول open table دلوقت انا عندي بقى ايه في حقل اسمه score وفي حقل اسم ايه اسم ايه اسمه فهاجي انا مع الطالب اللي اسمه احمد دوت وقت ما كان بياخد ال subject رقم واحد كان ال score بتاعه كام عشرين مثلا طيب احمد جيف مرة كمان ورح واخد مين ورح واخد ال subject رقم 2 فهيبقى احمد تاني هوا تمام تمام وقادي هنا هيبقى مثلا في ال subject رقم 2 30 و بص بقى لي ايه بيقول دلوقت ان الرقم 15 ده يستحيل يتعمله ايه كمت او يستحيل اعتماده في الوقت الحالي ليه؟ لان انت اساسا انتهكت القيد او كسرت القيد الخاص بمين؟ بال primary key ابتعالى كده نشوف الكود بتاع ال primary key ده عبر عن ايه؟ انت لو تلاحظ ان هنا واحد وهنا واحد وهنا احمد وهنا احمد لو رجعت لل session number 3 هتلاقي ان انا اساسا عامل primary key على احمد او على student id وعمل index على student name فلا ينفع اكرر ده ولا ينفع اكرر ده تمام؟ بعض الناس ممكن تقول ايه؟ تقول طب خلاص دي محلولة مدام انت عندك كونستيرين تعالج دول ده يبقى اروح كده الغي الحقلين الجداد اللي انت ضفتوهم ورجع الجدول زي ما كان تمام؟ وارجع ضيف الحقلين او ضيف الحقل دوت فين؟ هنا تمام؟ هتخلي لي مثلا هنا student id انت في الجدول اللي فاتخد بالك ان المشكلة ان احمد او اي طالب من ضمن الطلبة ممكن ياخد اكتر من مادة ما انت عندك بتدرسه 9 مواد ممكن مرة ياخد كيمستري مرة ياخد فيزيكس مرة ياخد جيوليجي مرة ياخد هستوري مرة ياخد انجليش اذا كده ايه الطالب هتكرر معاك اكتر من مرة طب تعالا كده في جدول السبجكتس تمام؟ انا هعمل سيف على الوضع ده انا مليش دعوا دلوقتي يبديتو طيب او ما متكلمش فيها محدش يقول انت ليه اخترتها ان شار او 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 موضوعنا مهم دلوقتي انا عايز اوريك المشكلة هتبقى عبارة عن ايه؟ لو انا جيت هنا في جدول المواد وجيت قلت ان الستودنت اي دي المادة رقم واحد اللي هي الانجليش تمام؟ خدها مين؟ خدها الطالب رقم واحد بصرف النظر بقى هل في عمود تاني للسكور او لا؟ مهم دلوقتي انا ايه؟ بتكلم في الحالة العامة طب ما هورد الانجليش ده انت طبيعي كمدرسة انت عندك كم واحد بيدرس انجليش او كم واحد بيدرس نفس المادة اكتر من واحد؟ فخلاص بقى المادة هتتسجل تاني ونقول هنا ايه؟ انجليش ومثلا هنقول 50 مثلا ماركس واللي خدها مين المرات دي للستودنت رقم كام؟ استودنت رقم اثنين وايجي كده اعمل كميت للريكورد هيقول لي ايه؟ ان الريكورد رقم عشرة لم يتم اعتماده وده برضه عشان انت عملت في فيوليشن لمين؟ للبريماري كي او كسرت القيد او الكنسترنت الخاص بمين؟ بالبريماري كي ما طبيعي انت دلوقتي عملت ايه؟ عملت او كررت السبجكت ايديه في نفس الجدول لازم يعترض اذا دلوقتي انت عندك مشكلتين انت لاينفع تكرر البيانات داخل جدول السبجكتس ولا ينفع تكرر البيانات داخل مين؟ داخل جدول الستودنتس لبيانات الطلبة ينفع تتكرر في السيم تيبل اللي هو خاص بالستودنس ولا بيانات المواد ينفع تتكرر في السيم تيبل الخاص بمين بالسبجكتز تمام ولذلك انت محتاج جدول رابع اه سوري جدول تالت تمام يعمل ايه بقى هيكون عبارة عن ربط ما بين الجدولين اللي فاتوا ويسمح او اسمح انا داخل الجدول دوت ان انا اعمل دابل كيت للطلبة واعمل دابل كيت لمين للمواد ولكن بلوجيك معين او بفكر معين الجدول ده بيقال عن اسمه جدول رابط تمام او ما يسمى بالجنكشن تيبل يعني ايه يعني جدول رابط هيكون جدول عبارة عن جدول وسيط ما بين الجدول دوت اللي هو الستودنس والجدول اللي اسمه اللي هو فيه بيانات المواد بتاعتي طب تعالا كده نعمل ديزاين للجدول الجديد ده ونشوف الامور هتبقى ماشية ازاي الجدول الجديد انا محتاج فيه ايه محتاج فيه تلات حاجات محتاج فيه ان انا اسبسفاي مين الستودنت اي دي تمام ان انا كل روع عنده هيكون ايه او كل سطر عنده هيكون فيه الستودنت اي دي تمام عشان اقول ان السطر ده هو التابع الستودنت اي دي ايه او ال اي دي الفلاني تمام و هيكون عندي سبجيكت اي دي هيكون عندي بردو كود المادة يعني هقول دلوقتي طب تعالا كده بس نكمل هنقول مثلا score بص بقى كده معناها ان دلوقتي عندي 3 columns جوه ايه جوه الجدول الجديد ده ففيما معناها بقى هقول ايه هقول ان الطالب رقم كذا جاب في المادة رقم كذا الدرجة الفلانية تمام ولذلك هاجي هنا خلي دي مثلا كود الطالب هنخليها ايه تعال كده نخليها اي حاجة نخليها مثلا big integer بالشكل ده ودي مثلا نخليها integer برضو مش big integer نخليها integer تمام والسكور مثلا نخليه float او نخليه decimal تمام اللي المفروض تاخد بالك منه كويس ان ال decimal دوت ايه عشري تمام هتوانا بيقول لك كم برسيجن بعد العلامة تمانية تمام سورة 18 المهم تعال نعمل save للجدول هنساميه مثلا scores خلاص تعال نقفل الجدول وندخل بيانات الجدول دلوقتي قدامي هو add the student id هقول مثلا student id number 1 مع subject id اللي هي number مثلا number 2 جاب ال score الكام طبعا انا عندي المواد كلها درجة من 100 هقول مثلا ان ده جاب 75% خلاص هسيبه واعمل له كمته وامش بعيد وقول برضو ان اللي student id number 1 مع subject id راكم مثلا واحد جاب ايه جاب مثلا 80 تمام اخد بالك بقى ايه اللي حصل دلوقتي انا كررت اللي student id وما حصلش اي تعارض وما كررتش مين ما كررتش subject id تعال كده نجرب بقى لما نكرر او نعمل double keyed في subject id هايقول ايه اقول لطالب رقم 2 مع المادة رقم 5 جاب فيها كام جاب فيها 95 تمام طب تعال اقول بقى ان الطالب رقم 22 مع المادة رقم 50 جاب كام جاب مثلا 36 ده سامح بي سامح بي ازاي لما انت اساسا المفروض ما عندكش طالب رقم 22 وما عندكش subject id او ما عندكش مادة رقمها 50 اذا انت تماما انت حلت المشكلة بتاع double keyed ايه values ان انت عايز تعمل double keyed هنا و double keyed هنا وانت مش قادر عندك الكنسترينت بتاع primary key هو اللي منعك من كده فطبعا انت ايه ابتكرت فكرة junction table ده كلام ممتاز ولكن دلوقت انت وقعت في مشكلة تانية ان ممكن تسجل جوا الجدول بيانات ملهاش مصدر وانت ال 22 ده انت معندكش طالب انت لو رجعت في اول social number 4 اللي احنا فيه هدية لو رجعت بالفيديو الورا مش هتلاقي اكتر من ايه من 14 students موجدين عندك في الجدول ال 14 طالب و 9 subjects موجدين برضو عندك مش اكتر من كده فمنين جاب ال subject اللي هي ال id بتاع رقم 50 ومنين جاب الايه اللي الرقم 22 اذا كده انت محتاج constraint او محتاج code او validation او قاعد التحقق قبل ما يعمل كومة لل record او لل row يبدأ يسيرش على مين على الطالب دوت هل هو موجود في الجدول اللي جاي منه ولا لا وهل ده موجود في الجدول اللي جاي منه ولا لا الصدمة اللي انا هصدمهولك دلوقتي ان التلات جداول اللي انت عملتهم ما لهمش علاقة ببعض لا ده حاسس بدا ولا subjects حاسس بالscores ولا بالscores حاسس بمين بالاتنين تمام دلوقتي انا المفروض ان انا ابتكر طريقة او ابتكر قناة اتصال ما بين التلات جداول وبعض تمام يعني انت دلوقتي بالنسبة لك جدول للscores ده بالنسبة لك انت كدزاينر للديتابيس ده junction table اما بالنسبة للديتابيس نفسها ولا الهواء ما يعتبروش اي حاجة جدول شأنه شأن اي جدول موجود في الديتابيس انت عايز تقوله ان ده junction table او عايز تقول للديتابيس engine تمام المحرك بتاع قارة البيانات عايز تقوله ان الجدول للscores ده عبارة عن junction table لمين لجدول subjects وايه والstudents details انت محتاج دلوقتي ايه بقى محتاج technology او محتاج تكنيك معين تمام تستخدمه عشان تعمل بي ايه تعمل بي ربط ما بين التلت جداول ساعتها بقى هنروح لمفهوم جديد خالص اسمه relationships ما بين الايه الجداول خد بالك ان احنا لما تكلمنا عن الRDBMS فاكر طبعا الاكسبريشن او الاديام دوت المصطلح ده قلنا ان دوت اختصار لحاجة اسمها relational database management system وفاكر طبعا كويس لما تكلمنا عن مين عن انجازات مستر كود وقلنا ان هو اللي وصلنا المفاهيم ايه relational database او قواعد البيانات العلائقية اللي هي اساسا مفروض كبناء او structure كله ليه علاقة ببعضه تمام هندخل دلوقتي في مفهوم جديد خالص اسمه relationships relationships او العلاقات ما بين الجداول عايزك تركز معايا في التوبك او في الارتكال اللي موجود قدامك دوت ادي اللينك بتاعه لو حبيت تراجع ليه تاني تمام موجود في منتدى اسمه اكاديمية visual physics العرب تمام المفروض ان انا لو جيد كده بس نزل تحت عايز او ريك حاجة معينة حاجة اسمها تحديد الجداول المطلوبة بص بعد تحديد البيانات اللي بيحتاجها السيستم تمام انت مفروض دلوقتي ان انت بتعمل ايه بتعمل database system تمام انت طبعا مع عادتك او بقعدتك مع العميل عرفت السيستم دوت محتاج بيانات من نوع ايه ايه بقى طبيعة البيانات اللي هتدخل داخل قارة البيانات الخاصة بالسيستم ده تمام ومهم يلزمك تنظيم هذه البيانات داخل ايه الجداول حيث يتم حفظ البيانات داخل جدول او اكثر ويتم عمل العلاقات اللي هي relationships اللازمة بين هذه الايه بين هذه الجداول بيقول لي يحتوي الجدول دائما على مجموعة من البيانات بينهم علاقة فمثلا جدول العملاء او customers يحتوي على بيانات منها اسم العميل وعنوان العميل ورقم التليفون وهي بيانات كثيرة ولكنها تختص بالايه بالعملاء الطلبات اللي هي orders اللي بيطلبوها العملاء دول فاننا نحتاج فيه الى بيانات عن الطلبات مثل عدد الاصناف مثلا اللي مطلوبة داخل الوردر ده وكمية الاصناف واسماء الاصناف نفسها واسعارها ورقم الوردر او رقم الطلب وال order date او تاريخ الطلب وبيانات اخرى عن العملاء مثل اسم العميل وعنوان ورقم تليفون بيقولك لاحظ مع حجم هذه البيانات وهليصلح جمعها في جدوى الواحد ام لا اذا تم جمع هذه البيانات كلها في جدوى الواحد فانت دلوقتي هتقع في ايه في مشكلتين المشكلة الاولى هي الزيادة الهائلة في حجم البيانات نتيجة تكرارها تمام بيقولك انظر الشكل التالي بيقولك قبل ما وريك الصورة بيقولك دلوقتي انت بتلاحظ ايه ان كل بيانات العميل مثل اسمه العنوان بتتكرر مع كل طلبية لاحظ معايا دلوقتي انا عندي عميل اسمه احمد نجن العنوان بتاعه مصر ودي رقم التليفون ودي الوردر ديت بتاعه كان طلب يوم 10 5 2008 كانت كومة الطلب بألف جنيه جي في يوم تاني واحد اسمه ابراهيم العبدالي تمام كان العنوان بتاعه السعودية ده رقم التليفون بتاعه وده الوردر ديت وده الوردر او قيمة الطلب نفس لقد دلوقتي ما فيش اي تكرار ولكن جي احمد نجم تاني في يوم 10 7 11 3 10 7 2008 11 13 2009 في اليوم دوت كان طلب اردر بخمسمية وهنا طلب اردر بخمسمية وخمسية انا بقى مش عايز الكلام ده دلوقتي بقى تكرر ده تكرر العميل اسمه هشام المغربي تكرر وابراهيم تكرر واحمد تكرر كلام دوت كله ايه كله ماينفعش تمام تعال نشوف المشكلة التانية ونشوف حلها المشكلة التانية هي تكرار العمل ومثال ذلك اذا تغير رقم تليفون ايه احد العملة فانه يلزم التعديل في رقم في جميع السجلات اللي تحتوي على هزال ايه الرقم تعال نرجع للصورة اللي كنا فيها ده دلوقتي اسمو احمد نجم تمام احمد نجم دلوقتي ما بقاش عنوانه مصر تمام بقى مثلا عنوانه قطر فدلوقتي هحتاج ان انا امر على كل الطلابيات طبعا انت هنا عندك كم طلابيات عندك سبع طلابيات كلام ده مش طبيعي يعني انت لما تدخل شركة تمام او لما تدخل في البزنس عموان بقى مش هتلاقي سبع طلابيات انت ممكن تلاقي سبع مليون طلابية تمام احمد نجم دا لي مثلا فيهم حوالي الفين طلابية او الفين اردر هل بقى هتعدي على الفين اردر كلهم تغير لعنوان من مصر القطر وهل برضو مع ابراهيم لما العنوان بتعود تغير من السعودية مثلا لمصر هل هتقعد برضو تعدى على السبع مليون او هتعدى على الطلابيات الخاصة بابراهيم دا وتعد تغيرها دا ايه دا مش منطقي فجهن عمل ايه قالك لا قالك طب انا اساسا عندي في مبدأ من ضمن المبادئ اللي انا باعتمد عليها اثناء الدزاين بتعديتها بيس اسمه ايه اسمه النورماليزيشن تمام وهو خاص بتطبيع البيانات يعني ايه تطبيع البيانات المفروض ان انا اساسا بجمع كل مجموعة متجنسة من البيانات في ايه في سبريتيون الخاصة بيها كل مجموعة متجنسة من البيانات في جدول منفصل عن ايه عن البيانات اللي مش متجنسة مع البيانات دي يعني مثلا انا هعمل جدول اسمه ايه اسمه الكاستومرز الكاستومرز تمام وعندي فيه جدول تاني اسمه orders وفيه جدول اسمه financial او customer financial table يعني فيه جدول اسمه طلبيات اللي هو orders وفيه عندي customer financial details مثلا اللي هو خاص من بالبيانات المالية الخاصة بالعميل او التعملات المالية الخاصة بالعميل ده مش هينفع احطه كل دوت داخل twitter اللي اسمه اسمه customers اللي هو الاولاني ده ولكن انا هافصل البيانات المتجنسة بتاع العميل رقم العميل واسمه وعنوانه وتليفونه واميله والويب سايت بتاعه ومثلا والناشنال اي دي نامبر كل دوت تعتبر بيانات متجنسة مع بعضها متشابهة ولكن الوردرز دي حاجة خاصة يعني مش متجنسة مع دول اذا هافصلها في ايه في تيبل لوحدها والفينانشال ديتيلز بتاع الكاستومرز ده او بتاع الكاستومرز دول او كاستومر من ضمن الكاستومرز دي هافصلها في ايه في جدول منفصل لان اللي هي متجنسة مع الكاستومر ديتيلز اللي موجودة هنا ولا هي متجنسة مع الوردر ديتيلز اللي موجودة هنا تمام انا كل دوت على فكرة انا بعت بعد تام عن الجنكشن تيبل انا كده ما متكلمش عن الجنكشن تيبل الجنكشن تيبل دوت بيكون جدول نتيجة لجدولين او اكتر يعني ماينفعش يكون جدول الجنكشن تيبل دوت ناتج عن إيه؟ ناتج عن جدول واحد بس يعني إما جدولين فإيه؟ فأكثر من كده المهم دلوقتي أنا بقى عندي إيه؟ عندي ثلاث أنواع من البيانات الـ Customer Details والـ Order Details وعندي إيه؟ الـ Customer Financial Details الـ Customer Details أو بيانات العامل تبقى في جدول واحدها والـ Order Details تبقى موجودة في إيه؟ في جدول واحدها والـ Financial Details برضو تبقى موجودة فين؟ في جدول واحدها طيب علاقة الفينانشال ديتيلز او الوردر ديتيلز بالجدول الاساسي ما هو ده يعتبر جدول الاساسي لان انا هنا ما ينفعش اكتب اسم عميل او رقم عميل او طلبية طلع العميل مش موجودة عندي اساسا مش متسجل عندي في الديتابيس تمام ده بقى معناه ايه ركز معاي المفروض الصورة اللي قدامك دي في الشكل دوت في الرو دوت او في الريكورد ده العميل هنا رقم كام رقم عشرة وخد اردر تمام يوم عشرة خمسة الفين وتمانية كانت كمت الوردر دوت بكام بالف المفروض ان انا لو جيت رجعت للجدول الرئيسي هلاقي ان العميل رقم عشرة ده مين ده هو ده احمد نجم اللي كان العنوان بتاعه مصر اللي التليفون بتاعه كذا اما العميل هنا الطلبية التانية دي طالع للعميل رقم 11 فالعميل رقم 11 ده عندي مين اساسا في الجدول الرئيسي بتاعي اللي هو ابراهيم العبدالي اللي هو عنوان السعودية اللي هو رقم تليفونه كذا 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 تمام ولذلك فان التيبل اللي قدامك ده يعتبر تيبل رئيسي بالنسبة للتيبل التاني اللي هو بالنسبة له هو ايه تيبل فرعي ولذلك ده ما يسمي جنكشن تيبل ده يسمي related تيبل او جدول مرتبط بجدول ايه بجدول رئيسي وضحت كده الصورة طيب دلوقتي انا ايه بقى اللي برضو هيربط لي ده بداه انا نظريا على الورق انا فعلا عارف ان ما ينفعش تطلع طلبية من عندي الا لما يكون العامل ده متسجل طب افطرت زي ما احنا عملنا كده في الامثلة بتاعتنا احنا وجينا في الاسكورز هنا لما سجلنا مثلا كان الايدي بتاعه 22 وماده كان الكود بتاعها 50 وابل والراجل ما اهتراتش تمام؟ طب تعالى كده نكمل الكلام ونرجع نشوف التكنيك او الميكانيزم اللي احنا هنعمل بيه ربط او اللي احنا هنفهم بيه الديتابس انجين بطريقة او بعلاقة الربط ما بين الجدولين بيقول هنا يتم ربط الجدولين بناء على بيانات حقل مشترك بينهم يبقى انا دلوقتي عندي اول شرط اللي هو ايه؟ وجود حقل مشترك او فيلد مشترك او بيانات مشتركة ما بين مين؟ ما بين الجدولين محل الارتباط بمعنى ايه؟ المفروض دلوقتي في الكلام اللي قدامي ده المفروض دلوقتي زي ما قررنا مع بعض ان انا اول شرط للعلاقة اللي هتتعمل ما بين اكتر من جدول ان يكون في حقل مشترك ما بين الجدول دي هو هنا بيقول يتم ربط الجدولين الشرط بقى الجدولين هو عشان بس هنا بيتكلم على الكيس اللي قدامك ديت او على الحالة اللي قدامك دي ما فياش اكتر من جدولين ولكن عموما يتم ربط الجدول بناء على ايه؟ بناء على بيانات موجودة في حقل مشترك ما بين الجدولين طب تعالى كده نشوف الاكزامبل اللي قدامنا دوت او الاكزامبل اللي في ادينا ده بيقول ايه؟ انا هنا في الطلبيات محتاج اكتب رقم العميل وهنا اساسا في التابل بتاع الـ Customer Details او بيانات العمل برضو محتاج رقم العميل اذا دلوقتي انا محتاج ايه؟ او مين هو الحقل المشترك؟ رقم العميل لان رقم العميل هتكرر معايا هنا وهتكرر معايا هنا ومعنى كلمتي تكرر مش كده انت بتعمل Violation او بتكسر الـ Constraint او الكود بتاع الـ Primary Key لا انت كده بتلعب بره الجدول انت كده بتلعب بره الجدول المهم في بقولك ايه؟ في هذا المثال يجب اضافة حقل جديد داخل جدول العمله يحتوي على رقم او كود العميل وانت لو تفتكر الشكل ده ما كانش عندي كود او رقم العميل اهو تمام؟ وبذلك يمكننا التعامل مع اي بيان يخص العميل ده عن طريق معرفة ايه رقمه ويتم ايضا اضافة حقل جديد داخل جدول الطلبات او الطلبيات يحتوي على ايه؟ على رقم العميل زي ما انت شايف كده وبذلك نكون قد وصلنا الى نفس النتيجة المطلوبة من وضع البيانات داخل جدول واحد وبالتالي فان تغيير رقم تليفون العميل يتم في سجل واحد بس كلام ده معنى ايه؟ انا قلتلك من شوية ان انا هتبع عندي مشكلة لو احمد ده وتغير العنوان بتاعه او غير رقم التليفون هتضطر تعدي على كل الطلبيات اللي خدها احمد ده تفترض ان انت عندك السيستم ده او بتتعامل مع احمد ده من 3 سنين وخلال التلات سنين تسحب 10 تلاف طلبية هتعدي على 10 تلاف طلبية وتغير فيهم العنوان او رقم التليفون كلام ده ما ينفعش لكن لو انت عامل رليت التابل كده للتيبل الرئيسي تمام ايه اللي هيحصل لو جيت غيرت رقم التليفون ايه علاقة رقم التليفون اساسا بجدول الطلبية ملوش علاقة انت كده بتلعب في مكان وده مكان تاني خالص تمام انت كل المشكلة اللي هتحصل معاك ان لو جيت غيرت الاي دي بتاع احمد احمد ده وتغير الاي دي رقم 10 انت عايز تدي له اي دي رقم 200 هل بقى هتعدي على المتين طلبية وتعدل فيهم الاي دي بتاعه لو هي كده يبقى انت برضو ما عملتش حاجة واحد مثلا ممكن يقول ايه لا تب ما انا بدل ما كنت هعدل في الاسم والعنوان ورقم التليفون المرة دي هعدل في مين في رقم العميل بس لا ده مش كلام علمي طبعا العلم اساسا او التكنولوجينس اللي موجودة في الديتابيسيس ما ثابت لناش صغرة عشان ايه عشان نتكلم في موضوع زي ده وهورك ازاي اول ما تعمل ابديت او تعمل ايدت او اي تعديل في الريكورد دوت او في اي رو في الجدول الرئيسي يعدل اوتوماتيك في الريليتت فيلد في الريليتت تيبل اللي ايه اللي مرتبط بيه تمام؟ تعالا بعد كده نشوف مثلا موضوع تصميم الجداول الايه التابعة من الحلول اللي انت ممكن تستخدمها لتجنب البيانات المتكررة تصميم جداول متفرعة او تابعة لجداول اخرى زي الكلام اللي احنا تكلمنا عنه ده ما هو ده جدول تابع او جدول مرتبط بمين بجدول تاني تمام؟ فمثلا في جدول العملاء توجد عائلات كاملة بافرادها تحمل نفس البيانات واللقب والعنوان ولا يوجد اختلاف الا فين؟ في اسم العميل مثلا هاديك مثال اتنين اخوات واحد اسمه احمد واحد اسمه محمود احمد ومحمود دول اللي اتنين مثلا ليهم نفس رقم تليفون البيت وطبعا سكنين في نفس العنوان تمام؟ هتلاقي عندك اختلاف فين؟ اختلاف في الاسم مثلا بس مش الاسم كله الاسم الاول بس لان هم عندهم ايه؟ نفس اللقب بتاعهم بالكامل متكرر مع ده لان الاتنين اخوات فبيقولك في مثل هذه الحالة يمكن عمل جدول بيانات للعائلات بحيث انه يحتوي على بيانات كل عائلة في سجل ده مثال جديد جرم مثال اللي فات بدلا من انك ممكن تستخدم سجل لكل فرد فين؟ في العائلة ونضيف فيه حقل لنسميه مثلا رقم العائلة بمعنى ايه؟ تعالى كده نحاول نطبع المثال اللي قدامنا افترض ان ده جدول العائلات وده جدول مين؟ وده جدول الكاستمرز او جدول العملة فانت مثلا عندك عائلة اسمها نجم تمام؟ العائلة دي واخدت رقم عشرة ممكن هنا يكون هنا بدل كلمة رقم العميل هنا رقم العائلة فالرقم العائلة اللي رقمها عشرة تابع لها الكاستمر اللي اسمه مثلا احمد وهكذا المفروض دلوقتي تكون الرؤية بالنسبة لك ايه؟ وضحت خلاص هو بيقولك بقى هنا حتى يصل الوصول لبيانات العائلة بمجرد معرفة هذا الرقم ويتم استخدام نفس الرقم مع جدول العملة اللي هتكتصر المعلومات بدخله على اسم العميل ورقم العميل وتاريخ الميلاد فقط بمعنى ايه؟ بدلا ما انت كنت مثلا هتكتب الاسم مثلا احمد محمد عبدالعظيم نجم ومثلا عبدالرحمن محمد عبدالعظيم نجم هتكرر الاسم هنا وهتكرر الاسم هنا بالكامل وهتكرر العنوان هنا بالكامل وهتكرر العنوان هنا بالكامل لا انا بقى عايز اعمل ايه؟ اقتصر في حجم البيانات اللي انا بسجلها لا انا هسجل احمد وهسجل عبدالرحمن واسم العيلة بالكامل او اسم الاب بالكامل تمام هيكون فين في جدول تاني خالص هبدأ اشير لي من جدول العمل اللي هو الجدول المرتبط بايه بحقل مشترك اللي هو رقم العيلة اللي موجود في الجدول الاساسي وموجود معايا في الجدول الفرع تمام تمام يطلق دايما على جدول العائلة مش العائلة بقى اللي هو عندنا لا ده انا بديك ايه بديك مثال يعني جدول العائلة عندنا بالنسبالي اللي هو ده مش في مثال مش في الاكزامبل بتاع العائلات لا عموما الجدول الاساسي اللي هو ال man table اسمه parent table تمام والجدول التابع لي اسمه الايه child table تمام خد بالك من ايه من النوت اللي قدامك ديه بيقولك أن يطلق على جدول العائلة الجدول الأبوي اللي هو Parent Table ويحتوي على معظم البيانات الأساسية للعائلة بينما يطلق على جدول العملاء الجدول الأبن اللي هو Child Table لأنه منبسك من مين من جدول العائلة في أحوال أخرى نجد أن بيانات العملاء قد تشترك في أسماء المدن والأحياء ويصبح من الضروري أن نكون بعمل جدول جديد اسمه جدول الأحياء والمدن ويحتوي على رقم الحي واسم الحي واسم المدينة وهذا قد يؤدي إلى اختصار شديد في البيانات الموجودة داخل قارة البيانات وأساساً أي ديزاينر ناجح في الدنيا التارجد بتاعه أساساً أنه يعمل إنتجريشن في الداتا اللي موجودة عنده الداتا اللي هتتسايف أو هتتسجل داخل قارة البيانات عايز يعمل ما بينها وما بين بعضها تكامل اللي هو الإنتجريشن ويمشي على النورمليزيشن كونسبت تمام كما أنزل وعايز برضو يوصل في الآخر لمين لأنه يختصر في البيانات المتسجلة على قاعدة البيانات تمام تعالى بقى نتكلم عن موضوع ريليشنشيبس أو العلاقات ما بين الجداول بيقولك عند توزيع البيانات في جدولين مثال بقى اللي احنا تكلمنا عنه من شوية ده تمام بيقولي أنت لما هتوزع بيانات في جدولين يلزم وجود علاقة بينهم بحيث يمكن الوصول إلى جزء من المعلومة واستكمالها من الآخر عن طريق هذه العلاقة تمام هكمل بس وهشرح لك بعدين لإيجاد أو إنشاء علاقة بين جدولين نستخدم مفتاحين حاجة اسمها المفتاح الأساسي اللي هي primary key وحاجة اسمها المفتاح الأجنبي اللي هي foreign key طبعا احنا تكلمنا واستفادنا استفادة كاملة في مين في primary key الجديدة علينا دلوقتي مين هو المفتاح الأجنبي أو ما يسمى بال foreign key طيب هارجع بقى للنقطة اللي بتقول عند توزيع البيانات في جدولين لازم وجود علاقة ما بينهم عشان أنا ممكن أوصل لجزء المعلومة من جدول واستكملها منين من الجدول الثاني تعالنا نلجع للمثال بتاعنا الجدول اللي قدامك ده أنا قلتلك إيه قلتلك أن أنت نظريا على الورق أنت عارف أن الجدول ده بتاع الطلابيات أو الأوردرز مرتبط بمين بجدول الكاستومرز لكن ال database engine نفسها ما إيه ما تعرفش معلومة زي دي ما عندهاش سابق معلومة بأن ده تابع لده أو الاثنين تابعين لبعض تمام؟ أول فايدة من فوائد العلاقة أنها بتربط الجداول بالنسبة لمن؟ أو بتعمل زي مثلا زي inform لل database engine بتقوله أنت عندك دلوقتي الجدول اللي اسمه customer details والorder details دول جدولين مرتبطين ببعض بناء على معيار الرابط أو علاقة الرابط اللي هي الايه؟ رقم العميل أو الفيلد أو الكولوم الخاص برقم العميل اللي متكرر معاك في الجدول ده ومتكرر معاك فين في الجدول ده تمام؟ طب نرجع بقى للجزئية التانية اللي كانت بتقول ده أنت ممكن أجيب أو ممكن تجيب معلومة من هنا وتستكملها من هنا آه على سبيل المثال دلوقتي أنت ممكن تعمل إيه؟ تكتب رقم العميل وتعمل سرش في جدول مين؟ تعمل سرش في جدول العملة عن العميل رقم مثلا 1200 ومن خلال الإعلاقة اللي انت انشأتها ما بين الجدولين ممكن تستعلم عن كافة الطلبيات الخاصة بمين؟ بالعميل الرقم 1200 إذا دلوقتي أنت المعلومة بتاعتك مقسومة نصين أول نص في المعلومة اللي هو ايه؟ أن انت جبت السجل أو جبت البيانات الرئيسية الخاصة بالعميل رقم 1200 زي اسمه وعنوانه ورقم تليفونه الجزء التاني من المعلومة أو النص التاني من المعلومة إنك عايز تشوء أو عايز تعرض البيانات أو كل الروهات أو السطور الخاصة بمين؟ بالطلبيات اللي طلعت أو المتعلقة بمين؟ الريليتتو مين؟ طول عميل 1200 تمام؟ فانت دلوقتي كده المعلومة بتاعتك أو الانفورميشن بقى اللي انت عايزها من قاعدة البيانات اتقسمت نصين العلاقة أو وجود ريليشنشيب ما بين الاتنين هو اللي هيحكم حاجة زي دي تعال نشوف بقى من الناحية العلمية تعريف المفتاح الأساسي وتعريف المفتاح الأجنبي البريماري كي هو الحقل الذي يحتوي على بيانات لا تتكرر داخل الجدول مثال ذلك يحتوي كل سجل من جدول العمل على بيانات كاملة عن عميل معين فمن المناسب أن نستخدم حقل رقم العميل لأنه لن يتكرر داخل الجدول ويكون هو المفتاح الأساسي أو البريماري كيل مين لهذا الجدول المفتاح الأجنبي بقى علاقته ايه؟ المفتاح الأجنبي هو الحقل الموجود بالجدول المرتبط الجدول المرتبط اللي هو الـ child table تمام؟ وعادة لا يكون الجدول المرتبط في حاجة إليه تمام؟ ولكن وجوده ضروري لربط الجدول اللي هو الـ child table يعني مع الجدول الأساسي اللي هو الـ parent table ويجتمل الشكل التالي على مربع علاقات تمام؟ ويظهر فيه أن العلاقة ما بين جدول العملاء اللي هو الكاستمر وجدول الطلبيات أو الطلبات اللي هو الأوردرز يتم تأسسها بناء على إيه؟ بناء على حقل أو حقل رقم العميل اللي هو كاستمر أندرسكور اي دي ويظهر بالشكل موقع المفتاح الأساسي وموقع المفتاح الأجنبي الشكل اللي قدامك دوت على فكرة إيه؟ معموله كابتشر من أكسس تمام؟ يعني الشكل اللي قدامك خاص بالعلاقات دوت معمول من الميكروسوفت أكسس مش السيكول سيرفر ولكن تقريبا أنا عايز أوصل معاك لنقطة عشان بس ايه أوضحها لك العلاقات دايما عندي فيها جدول تمام؟ اللي هو ده جدول الرئيسي وده جدول ايه؟ مرتبط ده جدول رئيسي وده جدول مرتبط ده parent table وده child table بحدد هنا أسامي الفيلدس اللي هابن عليها العلاقة بتاعتي اللي هابن عليها العلاقة بتاعتي فهنا هنا عندي هابن عندي هنا customer ID وهنا عندي customer ID أو هنا customer وهنا customer ID بصرف النظر عن اختلاف مسميات الحقول ولكن هنا هيكون عندي primary key وهنا هيكون عندي حاجة اسمها foreign key فأنت لو لاحظت أساسا في الصورة اللي فاتت أن رقم العميل هنا يمثل ايه؟ يمثل primary key أما رقم العميل هنا لا يمثل primary key وإنما يمثل ايه؟ foreign key خد بالك إن مش شرط يكون اسم الحقل اللي هنا هو هو اسم الحقل اللي هنا لا مش شرط ممكن هنا رقم العميل وهنا مثلا أكتب الرقم الكامل للعميل أي بقى ايه؟ أي كلام ممكن يتكتب تمام؟ ولكن أنا أساسا عند شروط لبناء العراقات أول ما هارجع تاني للSQL Server أول ما سيب التوبك اللي أنا فتحه دوت وارجع للSQL Server هوريج دلوقتي شروط بناء أو شروط تصميم الايه؟ relationships ما بين الجدول تمام؟ المهم يعتبر رقم العميل customer ID داخل الجدول اللي عمله مفتاح أساسي كلام ده مش مختلفين عليه بينما يعتبر رقم العميل في جدول الطلبات ايه؟ مفتاح أجنبي اللي هو foreign key فهو لا يتعلق بموضوع الطلبيات ولكن جدول الطلبات أو الطلبيات دوت اللي هو orders في حاجة إليه لكي يتم ربطه مع جدول العملة وبذلك يمكنك أن تفهم أن هذه الطلبات سوف يتم توصيلها إلى العميل رقم كذا وبياناته تقع في جدول العملة تمام؟ ومن ذلك يمكن تعريف المفتاح الأجنبي على أن حقل مستخدم في أحد سجلات جدول زي في المثال السابق يعني ليشير إلى سجل واحد فقط موجود في جدول آخر لو رجعت الفيديو الوراء دلوقتي وشفت الصورتين اللي فاتوا هتفهم كويس الكلام اللي أنا بقوله لك النقطة التانية اللي أنا عايز أكلمك عنها دلوقتي اللي هي أنواع علاقات الارتباط أو relationships types تمام؟ أنواع relationships اللي أنا ممكن أكريتها ما بين جدول وأكتر من جدول بيقولك يمكن ربط جدولين إذا كان كلاهما يشتمل على حقل أو أكثر بهم نفس البيانات الكلام ده إحنا مش مختلفين عليه خالص وعادة تسمى الحقول في كلا الجدولين بنفس الاسم خد بالك أنا بقول عادة تمام؟ مش لازم المهم أنت يمكنك إنشاء ثلاث أنواع من العلاقات علاقة واحد مقابل واحد وعلاقة واحد مقابل مجموعة وعلاقة مجموعة مقابل مجموعة الفرق ما بين الثلاثة كما يلي العلاقة وانتو ميني اللي هي زي ما احنا عملنا هنا اسمها علاقة رأس بأطراف أو واحد مقابل مجموعة دوت بقى عبارة عن إيه؟ تسمى هذه العلاقة أحيانا علاقة ارتباط رأس بأطراف معناها أيضا علاقة واحد مقابل مجموعة وهي الأكثر استخداماً زي ما قلت لك في اللايف سيشن اللي احنا تكلمنا فيها عن relationship وتعني أن السجل الواحد في جدول البيانات اللي هو parent table تمام؟ أو primary table يقابله أكتر من سجل أو أكتر من row في جدول آخر اللي هو child table أو related table فمثلاً قعدة بيانات sales تسجل كل فاتورة في سجل سجل واحد تمام؟ في جدول اسمه إجماليات الفواتير زي ايه مثلاً؟ دلوقتي انت الفاتورة عايز دلوقتي هورديك شكل فاتورة عشان برضو الصورة تبقى إيه تبقى واضحة قدامك ركز معاي بقى في الشكل اللي قدامك ده دي فاتورة بيع طالعة من برنامج من ضمن البرونج تمام؟ أنا لما عملت الديزاين بتاع الفاتورة دي تمام؟ ده ريبورت عادي بيطلع من البرنامج ما تشغلش دماغك بالكلام ده تعمل إزاي؟ تمام؟ ده إن شاء الله هنوصله في level 3 اللي أنا عايز أقولهولك دلوقتي في المثال اللي معانا إن شوية الكلام اللي مكتوبين فوق دول اللي هو كود فاتورة البيع وإجمالي مبلغ الفاتورة والمبلغ المقصوم والمدفوع والمتبقي وإسم المندوب اللي عمل الفاتورة والإجمالي بالحروف العربية وإسم العميل والتاريخ البيع كل الكلام دوت محفوظ في جدول لوحده تمام؟ والكلام اللي تحت ده كله محفوظ فين؟ الجدول اللي انت شايفه قدامك ده؟ اللي هو كود الصنف وإسم الصنف والكمية وسعر والحاجات بقى اللي انت شايفها دي دي محفوظة فين؟ في جدول تاني خالص علاقة الوان تو ميني أو الرأس بالأطراف معناها بقى إيه؟ معناها إن الفاتورة رقم واحد تمام؟ متعلق بيها كل الأصناف دي كأصناف مباعة يعني السجل ده بياناته أهيه دي بياناته الأساسية ده البرانت تيبل تمام؟ ولكن في الريلية التيبل أو الريلية التيبل المرتبط بيه تمام؟ متسجل فيه إيه ده فدي فعلا كده تعتبر علاقة رأس بإيه؟ بأكثر من طرف اللي هي تعتبر علاقة رأس بأطراف أو الوان تو ميني طبعا كل ما تغلب في تصور شكل الريلشنشيب دي ارجع لإيه؟ لشكل الفاتورة اللي قدامك ده تعال كده نرجع نكمل بقية التوبك دوت بيقولك في قاعدة بيانات السيلز تجد أن كل فاتورة ايه؟ متسجلة في جدول واحد وتسجل تفصيلات أو تفاصيل هذه الفاتورة في سجل أو أكثر في جدول اسمه ايه؟ اسمه تفاصيل مثلا الفواتير يعني دوت مثلا زي تفاصيل الفواتير أو البلد ديوتيلز وهنا ايه؟ البلد بس تمام؟ ولذلك يقابل كل سجل اللي هو بيانات الفاتورة ده تمام؟ في جدول إجمالات الفواتير سجلا أو أكثر في الجدول الثاني اللي هو اسمه تفاصيل الفواتير كل سجل اللي هنا يقابله من الجدول ده سجل أو أكثر من سجل فين؟ في related أو أو اللي تشايل ده ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعلاقة اللي هي اسمها one to many علاقة واحد مقابل واحد تمام؟ مفروض هنا على فكرة في ايه؟ في خلط بس في الكتابة تمام؟ المهم أحيانا تسمى هذه العلاقة علاقة ارتباط رأس برأس والنوع دوت من الأنواع أو من العلاقات الأقل استخداما من النوع الايه؟ من النوع السابق هم على فكرة مرتبين ما حدش قوله هو ليه ما حطش الone to one في الأول لا هم هنا مترتبين في المقال دوت أو في التوبك دوت حسب قصرة الاستخدام فأنا عندي دوت هو النوع الشائع والأكثر استخدام وده النوع الأقل استخدام وده تقريبا نادر جدا المهم بيقول النوع دوت أو بيكون داخل النوع دوت العلاقات اللي هي من النوع اللي هي الone to one كل سجل في الجدول الرئيسي يقابله سجل واحد في الجدول المرتبط بيه الفرق دلوقتي ما بين الاثنين إن أنا كل سجل في الone to mini ممكن يقابله في الرلية التوبول أو في التشايلد توبول أكتر من ايه؟ أكتر من سجل أما في العلاقة اللي هي الone to one ممكن مش ممكن ده هو كل سجل في الجدول الرئيسي يقابله سجل واحد مماثل مناظر ليه في الجدول المرتبط من الأمثلة اللي انت ممكن تستخدم فيها العلاقات دي عندما ترجب في فصل معلومات العميل إلى بيانات عامة وبيانات خاصة زي ايه مثلا من شوية لو رجعت انت بالفيديو الورى لما كنا بنتكلم عن بيانات العميل كنا حاطين الاسم والرقم والعنوان ورقم التليفون كل ده تحطينه في جدول واحد لأ انت عايز تعمل حاجة تاني خالص انت مثلا عايز تحط الاسم رقم العميل واسم العميل في جدول وعنوانه ورقم تليفونه في جدول تاني او المثال اللي هو بيقولهلك ده بيقولك ان انت ممكن تضع اسم العميل وعنوانه في جدول رئيسي وتضع معلومات اخرى خاصة عن العميل مثل ايه الرصيد الدائن الحالي والمدين الحالي في جدول ايه في جدول تابع ساعتها انت مش هتحتاج انه طبعا العميل مش هيباله اكتر من رصيد داين هو التوتال بتاع رصيد الداين محتاج رو والتوتال بتاع رصيد المدين محتاج نفس الرو تمام يعني هيبقى جدول فيه اتنين كولومز وفيه كريدت مثلا بالنس وفيه ايه الديبت بلنس تمام وفي دوت وفي دوت هيبقى ايه قيمة او التوتال بتاع الكريدت بلنس والديبت بلنس تمام ده بالنسبة لليعلاقة اللي هي اسمها ايه او من نوع 1 to 1 العلاقة التانية بقى والتالتة بمعنى صح اللي هي علاقة مجموعة مقابل مجموعة او الميني تو ميني اللي هي اللي احنا احيانا او تسمى عادة باللغة العربية ارتباط اطراف بايه باطراف العلاقة دي نادرة جدا نادر استخدامها يعني تمام ويقابل كل سجل من الجدول الرئيسي عدة سجلات في ايه في الجدول المرتبط ويقابل السجل الواحد في الجدول المرتبط عدة سجلات فين في الجدول الرئيسي يعني العلاقة دلوقتي ما بقيتش وان وي دلوقتي العلاقة بقت رايحة وجاية يعني كل سجل في البرانت تيبل ليه اكتر من سجل فين في الشايل تيبل وكل سجل في نفس الوقت كل سجل في الشايل تيبل يقابل اكتر من سجل فين في البرانت تيبل من الامثلة الخاصة بكده او خاصة بالعلاقات ديت عندك مثلا قاعدة بيانات تشتمل على جدول المنتجات وجدول الاوامر الايه الشراء ممكن ان يقابل السجل الواحد في جدول الاوامر الشراء اكتر من سجل فين في جدول المنتجات اه فعلا الوردر المشترات اللي انت مثلا هتبعته للموارد ما بيبقاش ايه لصنف واحد انت مش هتبعت تقوله هبعت لك ثلاث اردرات الوردر الاولين خاص بالصنف سين والوردر التاني خاص بالصنف صاد والوردر التالت خاص بالصنف عين لا انت ممكن الوردر الواحد يضم ايه يضم اكتر من جدول ومن الناحية التانية ممكن ان يظهر المنتج الواحد في عدة طلبات بمعنى الوردر اللي اتبعت النهاردة كان فيه سين والوردر اللي اتبعت برضو الشهر اللي فات كان فيه ايه سين اذا دلوقتي اردر الشراء الواحد ممكن ايه يانكلود اكتر من ايتم فين في جدوى للمنتجات وجدوى للمنتجات الايتم اللي موجود في جدوى للمنتجات او اسم الصنف اللي في جدوى للمنتجات دوت ممكن يتكرر معايا على مين على مستوى اكتر من طلب تمام النوع دوت من العلاقات معقد شوية المفروض بقى ان ده محتاج اساسا دراية كافية بالبرمجة لان انت ما تكتفيش او ما تحطش في دماغ ان انت كرجل بروجرامر او كرجل ديفولوبر ان انت هتعمل relation ومش هتسببلك مشاكل هناك لا ده انت المفروض ان انت اساسا بتعمل relations ما بين الجداول عشان لما تروح لجات البرمجة او لما تلجأ لجات البرمجة وتبدأ تعمل operations بتاعتك على قاعدة البيانات من خلال الكود اللي انت هتكتبه في لجات البرمجة وتكتبه في الapplication بتاعك او هتفتكر ان الديني هتبقى ماشي كده او ده انا عملت علاقة وهروح اعمل كذا وكذا لا انت المفروض تبقى عارف ابعاد العلاقة دي كويس الكود او في طريقة التعامل مع البيانات من خلال الapplication اللي انت بتبرمجه تمام المهم هو بيقول انه معقد ومحتاج دي رأيه كافية ايه بالبرمجة لانه ممكن يسبب مشكلة ما لم تتدخل ربط الجدولين باسلوب غير مباشر يتلخص في انشاء جدول ثالث اللي هو بقى مين الjunction يعمل على تجزئة علاقة ارتباط مجموعة مقابل مجموعة انت فاهم الكلام اللي انا بقوله ولا لا المفروض دلوقتي انت بيدمرك ترجع لمين ترجع للمثال اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن مين عن الstudents والsubjects ما هو انه دلوقتي المفروض انا لو هسيب الدنيا عايمة كده هعمل علاقة ايه مينة ومينة ما هو كل طالب ممكن ياخد اكتر من مادة وفي نفس الوقت كل مادة هياخدها اكتر من طالب اذا الجدول الparent اللي هو الطالبة هيقابله مين هيقابله في الchild اكتر من سجل وكل سجل في الchild اللي هو الsubjects هيقابله اكتر من سجل في مين في جدول الطالبة ولذلك احنا لجأنا المين لجدول الربط او ما يسمى بالjunction table اللي احنا سمينا هنا ايه scores تمام طبعا الجدول التالت بيعمل ايه يحل محل العلاقة ديت وفي هذه الحالة تضع المفتاحين الاساسيين لكل الجدولين في الجدول التالت النقطة دي هنرجع لها بعدين بس خليك فاكرها كويس لان انا مش هفتح التوبك ده تاني تمام انا هاجي بعد شوية وهقولك فاكر لما كنا بنقرأ في التوبك وقولنا ان المفروض في الجدول التالت احط او اينكلو دلتنين مع بعض احط المفتاحين الاساسيين بتاع الجدول الاولان اللي هو الparent والchild احطهم في الجنكشن تيبل او في الجدول التالت هفكرك بالكلام ده ايه كويس طبعا قدامك كلام دوت انا بحول احركلك التوبك بالشكل البطيء بحس ان انت ممكن تعمل بوز للفيديو دوت وتقعد تقرأ الكلام ده ايه كويس تمام عايزك تبص كويس على المحافظة على تكامل قارة البيانات تمام اللي هو الانتجريشن يعني الديتا انتجريشن ده خاص بالنرماليزيشن اللي كنا تكلمنا عنه تمام يا ريت تراجع الكلام ده كويس هسيبه لك تقرأ مش هتكلم فيه تمام في حاجات هناخدها كده وإحنا مشين ايه هي اللي هتسند معنا شوية تمام اهم حاجة موضوع العلاقات دوت ما تسيبوش ولو فيه اي اسئلة ارجعلي بيها خلاص نرجع بقى نقفل الكلام دوت ونرجع لمين ليه التيبل بتاعنا احنا والشغل اللي كنا بنشتغله على السيكل سيرفر قبل ما ندخل في العلاقات وقبل ما ندخل في الوش اللي احنا كنا فيه من شوية دوت كانت عندي المشكلة كلها تحاصر في ايه في ان انا جيت هنا اروح تعامل مسجل بيانات وهمية كده من عندي قلتلك ان الطالب 22 ده مش موجود والطالب رقم والمدة رقم 50 دي مش موجودة برضو في جدول ايه المواد تمام قلت ساعتها ان انا هلجأ لإيه للعلاقة او relationship ما بين الجدول عشان اعمل relationship ايه اللي لازم يحصل او ايه اللي steps اللي انا همشي عليه او ايه sequence اللي انا همشي وراه انا عشان هندخل في قسم انا دلوقتي لما بحب بعمل table او لما بحب بعمل database بدخل في الايه في tree الخاصة بمين بالdatabases ولما بحب بعمل table جوة database بدخل في tree اللي اسمها ايه tables المفروض ان انا لما هعمل علاقة او relationship بادخل في tree اللي اسمها database diagrams تمام رأي تكليك عليها كده واقول له ايه طبعا تظهر لي الرسالة ديه بيقول لي ان انت اساسا المفروض ان انت معندكش ايه support objects required to use a database diagramming do you wish to create them اقول له مثلا yes تمام ورأي تكليك عليها واقول له new database diagram ظهر لي الكلام اللي قدامك دوت صفحة بيضع في background كده وكاتب لي هنا add table واجيب لي هنا اسماء الايه التابلز اللي موجودة عندي في الديتابيس لو اها طبعا انا واقف على the scores لو انا عملت add هيطلع عندي the scores هنا تمام وهيتشال من هنا افهم من كده ان الجدول ماينفعش يضاف اكتر من مرة تمام اكتر من مرة في relationship ماينفعش اضيف ايه السم table نفسه وهيعمل كده add وهيعمل كده add للجدول التالت وادوس ايه close بقى عندي الجدول بالشكل ده الرسمة اللي انا هرسمها قدامك دي افتكرة كويس خالص انا هحط دوت كده وده في النص وده هجيبه هنا دلوقت ده جدول المواد اللي هو subjects وده جدول ايه the student details دي مسميات او اسماء الحقول في كل جدول تمام هعمل save للdiagram بس كده موقعا بيقول لها تسميها ايه بقول لها مسلا سميها school the ground وده يجرام ولو اوكي سيفها بس كده عشان ايه تعود دايما وانت بتشتغل تسيف شغلك اول بقول المهم دلوقت انا عندي ايه عندي دي الفيلدس بتاعت او الكولومز او مسمايات الحقول في ال student details وهنا جدول المواد اللي هو subjects وده جدول مين بقى جدول الرابط junction table الرسمة اللي قدامك او ترتيب ما نصح بقى احنا نجيب دوت هنا كده وده هنا الترتيب اللي قدامك ده بنفس الشكل هو دوت ايه junction table الترتيب اللي قدامك ده هو رسمة junction table على ايه على مستوى بقى تعدد الجدول الرئيسية انت ممكن دول جدولين لا ممكن يبقى 3 و 4 و 5 و 10 المهم في جدول واحد رغم تعدد الجدول كده جنب بعضها اللي ان في جدول واحد بيعمل ايه هو اللي بيزبط البيانات او بيحافظ على الintegration بتاع البيانات ايه من خلال العلاقة المهم انا دلوقتي عشان انشئ علاقة ما بين ال student id اللي هنا وال student id اللي هنا احنا على فكرة قلنا من شوية ان انا مش لازم يكون نفس الاسم بتاع الايه بتاع ال primary field هو هو نفس الاسم بتاع مين بتاع related field لا قلت عادي ولكن احنا عادة اتعودنا على الشغل ده تمام وهنا نفس النظام عشان انشئ انا علاقة ما بين ال subject id وال subject id دي ايه اللي يحصل او انشئ علاقة ما بين ال student id وال student id هعمل ايه هاجي هنا كده وهدوس click وافضل دايس على click واعمل drag يعني افضل تساحب كده بالماوس زي ما انا ماشي قدامك وااجي على الفيلد اللي اسم student id هنا وايه واسيب الماوس طبعت بقى الشاشة اللي قدامك دي الشاشة اللي قدامك دي بتقول ايه بقى بتقول ان relationship name يعني الاسم اللي اقترحوا عليها SQL Server بيقولك ان انت foreign key يعني اختصر ل foreign key ما بين جدول scores تمام وجدول اسمه ايه students details بيقولك ان primary key table تمام primary key او primary table اسمه ايه اسمه students underscore details والفيلد اللي انت كنت عملت منه drag يعني اللي انت بدأت تسحب من عنده اسمه ايه اسمه student id ال foreign key table تمام الجدول بقى المرتبط بيه اسمه ايه اسمه scores والفيلد اللي مرتبط بالمفتاح الاساسي في الجدول الرئيسي تمام اسمه ايه اسمه student id برضو تعال ندوس اوكي طلعت بقى الرسالة اللي قدامك دي وبتقول ايه براحة كده حاول بقى طيور الرسالة واحدة واحدة بيقولك the following data type properties of column تمام بيقولك ان ال properties بتاعة data type بتاعة data type الخاصة بالcolumn اللي هو student id اللي موجود في الجدول اللي اسمه ايه اسمه students details don't match زوس يعني لا توافق او مش متوافقة مع نظرتها او مع الخصائص المناظرة ليها في مين في الفيلد المرتبط داخل الجدول المرتبط اللي اسمه scores احنا مش من شوية لما عملنا كده قلتلك ان انت ال primary key table بتاعك اسمه ايه اسمه students underscore details و الفيلد بتاعه student id بيقولك بقى معنى الرسالة اللي زهرت قدامك دي بيقولك ان خصائص الحقل دوت لا تتوافق مع مين مع خصائص الحقل ده تمام و بيقولك ان واجه الاختلاف ممكن يكون في حاجة من التلاتة دي يا اما يكون في ال data type نوع الحقل ده نوع الحقل ده يعني مثلا واحد منهم var character واحد منهم character تمام او واحد منهم مثلا data type واحد منهم small data type يبقى اول شرط من الشروط بتاع العلاقات في شرط logical وفي شرط physical الشروط اللي انا هشرح لك دي شروط ايه physical يعني ماينفعش يكون فيها اي قصور الشرط اللي انا قلت ولك من شوية ده طبعا شرط اساسي مش معنى ان كلمة شرط logical تمام معناها انه شرط سنة وممكن انه فاضله لا الشروط شروط ولكن انواع الشروط تنقسم عنده النوعين في نوع logical وفي نوع physical الشروط اللي انا هكلمك عنها دلوقت دي شروط physical يستحيل SQL Server يسمح لي بانشاء relationship ما بين الجدولين المتحددين قدامك دول بايه مع التنفيذ او مع استثناء احد الشروط اللي موجودة قدامك تمام الشروط دي اول حاجة ان يكون data type اللي هنا هو هو نفسه نوع data type اللي هنا ويكون اللينس الطول بتاع الحقل ده هو هو نفس الطول بتاع الحقل ده بانت ممكن مثلا تعمل هنا في الفيلد ده في الجدول ده variable character او var char تمام؟ الvar char اللي هنا او سوري ال data type بتاع الفيلد اللي هنا var char وهنا برضو ال data type بتاع الفيلد ده var char ولكن الرقم او اللينس الماكسيمام لينس بتاع الفيلد ده 50 وهنا 51 ساعتها برضو العلاقة مش هتتنشق ليه؟ بالرغم من التوافق فين؟ في ال data type الا ان فيه اختلاف فين؟ في اللينس البرسيشن دوت حاجة خاصة بمين؟ بالقيم الرقمية زي decimal لما انا عملت دلوقتي في حقل ال score في جدول ال scores عملتلك نوع ايه؟ decimal حتى ساعتها ولتلك ان البرسيشن بتاعه ايه؟ 18 عدد العلامات العشرية اللي هيبدأ سوريا او عدد المنازل العشرية بعد العلامة 18 مكان تمام؟ فلازم البرسيشن اللي هنا يكون هو هو نفسه اللي هنا تمام؟ وطبعا لو رجعت بالفيديو الورا هتعرف يعني ايه؟ logical condition لمين اللي انشاء العلاقة اللي هو اللي احنا تكلمنا عنه اللي قلت ان لازم يكون عشانا انشئ علاقة ما بين جدولين لازم يكون في حقل مشترك وهو دوت logical condition اللي انا ببنى عليه العلاقة تمام؟ بيقول لك select a column بيقول لك ان المفروض ان ال primary column اللي انت هتبدأ من عنده العلاقة المفروض يكون زي مين؟ زي related column او الاتنين زي بعض ايام بقى كان الوضع ما بينه بتاعتها بقى اروح ما cancel كده ما cancel كده وارجع فعلا اشوف بقى اعمل modify للجدولين اشوف هل فعلا الراجل ده بيتكلم صح ولا بيهيس تعال كده اعمل modify للscores اعملت open table تقريبا قال لي دلوقتي ان ال student ايدي هنا نوع ايه؟ big integer ولو جيت هنا عملت modify قال لي ايه؟ اه ده ال student هنا ايدي نوع مين؟ نوع انتجر يا اما خلي اللي هناك زي اللي هنا يا اما خلي اللي هنا زي اللي هناك ايا كان بقى تمام؟ فانا طبعا هاجي هنا واخلي له دي ايه؟ انتجر خلاص واعمل save على الوضع ده بيقول لي انت بقى دلوقتي هو بيديني زي warning كده validation warning الvalidation warning ده بقى عبارة عن ايه؟ افترض مثلا ان الفيلد ده من شوية ما كانش انتجر ده كان varchar ومتخزن فيه كيم نصية وجيت انت روحت احولت خد بالك ان انا بقول متخزن يعني فيه فعلا بيانات جوه الجدول ده وداخل الحقل ده فيه جدول فيه بيانات نصية وجيت انا روحت مغير ال data type بتاع الفيلد دوت من varchar لمين؟ لانتجر واول ما قلت له اوكي او اول ما قلت له save قال لي ايه؟ قال لي ان الvalidation warning بتاعك هيكون عبارة عن ايه؟ اني بيقول لك ان ال data اللي متسجلة تمام؟ داخل scores table دوت داخل الحقل ده ال data might be a might be lost converting column a student id from big integer to mean to a to integer تمام؟ فبيقول لك فعلا لو انت كنت عامله varchar وانت بتحوله ال integer قلت لك ان ال integer مش هيقبل نصوص ولذلك هيروح مفضي يا ام حاجة من الاتنين يا يفضيلك القيام اللي داخل العمود ده يا ام وقتها هيروح عامل ايه بقى؟ يقول لك انا مش هاحفظ انا خلاص بقى مش هنينفع تحفظ او تسايف ال settings اللي انت عملتها دي او زي حفظ كده وارجع اروح شادد الى لقى تاني تمام؟ هيتطلع لي طبعا نفس الكلام ده اول ما هدوس اوكي الراجل ما اعتردش ما طلعش رسالة الاعتراض اللي كان ما اطلعها من شوية انا بعد ما دوست اوكي ظهرت لي بقى الشاشة دي الشاشة دي فيها ايه؟ بيقول لي foreign key relationship فيها شوية بروبرتز عن relationship اهم حاجة عندي حاجتين اهم حاجات اهم حاجة بمفروض ابص عليها في الشغل القدامي ده دي البربرتز دي ودي دي ودي تمام؟ هسيب كل حاجة كده زي ما هي ولكن عندي هبص على دي وعلى دي بيقول لي ايه؟ البربرتز دي اسمها check existing data on creation or re-enabled معناها ايه؟ معناها بيقول لك ان هو ممكن انت عايز تعمل تعمل check على existing data يعني عايز تعمل check او تعمل فحص على data اللي موجودة في الجدولين لما تنشئ العلاقة دي او لما تعمل لها re-enabled او زي refresh بمعنى ايه؟ قبل ما اعمل العلاقة كان ممكن اسجل للطالب رقم 22 مع المادة 50 قلتلك ان الكلام ده مش موجود لطالب عندك في رقم طالب ب22 ولا مادة رقمها 50 فلما تفعله اللي تشيك اللي قدامك ده كده انت بتقوله ايه؟ بتقوله معلش اعمل اللي تشيك تاني عالجدول شوف هل في بيانات متلغبطة يعني في بيانات جاية من هنا مش موجودة هنا وفي بيانات طرحة هنا مش موجودة هنا تمام؟ دي تخليها له بايه؟ بيس زي ما هي كده تمام؟ تعالى بقى ندخل على ايه؟ على ال-enforce options ال-insert and update specification options ايه بقى القصة دي؟ قبل ما اكلمك دلوقتي عن ال-enforce options ديت او ال-insert and update specification options دي اه هوريك دلوقتي موضوع كان اطرحوا احد الاعضاء مثلا على منتدى من ضمن المنتديات وكان بيسأل بيقول متى نقوم بانشاء علاقات في قواعد البيانات والليمازم وكان جايب الشكل دوت على فكرة الشكل قدامك دوت هي دي كل الجداول الموجودة في قاعدة Northwind قاعدة بيانات Northwind اللي احنا بنشتغل عليها على ال-sql server ولكن ده ال-version الخاص بمين بال-access ال-northwind ديت معمولة على ال-my-sql ومعمولة على ال-sql server ومعمولة على access ولكن ال-version اللي قدامي دوت والعلاقات اللي قدامي دي تمام؟ تمام؟ خاصة بال-access تمام؟ حتى انت لو لاحظت كده وحاولت تقراها فانت بتقول مثلا ان في جدول ال-shippers دوت عندي ال-shipper id مرتبط بمين؟ بال-shipper via في جدول مين في جدول ال-order فدوت يعتبر تيبو الرئيسي لمين لده وفي نفس الوقت ده يعتبر تيبو الرئيسي بالنسبة لمين بالنسبة لده انت كده وصلك الفكرة معايا تمام؟ دي علاقة وان تو ميني وان تو ميني وان تو ميني وهكذا المهم فتم عليه الرد بالشكل التالي ولكن طبعا يعني انا عايزك برضو تراعي في الرد اللي موجود قدامك هو رد فكاه شوية ورد مكتوب باسلوب مبتازل واسلوب بلجع مية يعني ولكن الهدف او التارجت اللي انا عايز اوصله موجود في الرد ده تمام؟ المهم هو بيقول ايه؟ طبعا هنا بيعرف له قاعدة البيانات بشكله طبيعي جدا وبيديه له شوية الامثلة دي تمام؟ المفروض الامثلة دي تطورها كويس وطبعا اتكلم نحن من شوية عن الكاستومارز والكاستومارز فينانشال ايه اكشنز او الكاستومارز فينانشال ديتيلز تمام؟ دي لوازم مين؟ لوازم او فوائد الايه؟ العلاقات خلاص الحاجات دي دي خاصة بمين؟ شوية الحاجات المتظللة قدامك دي خاصة بالإنفورس أوبشنز او الإنسيرت عند أبديت سبيسفكيشن أوبشنز دي اللي هكلمك عنها انا فتحت لك التوبك ده كده عشان ايه؟ عشان تبدأ تقراه واحدة واحدة تمام؟ ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة لموضوع دلوقتي لو رجعت بقى بالفيديو الورا شوية جيت انا قلتلك ايه؟ قلتلك ان انا افترض ان انا العميل رقم او العميل اسمه احمد نجب هغير كود بتاعه من عشرة لامتين انت لو رجعت الورا كده بالفيديو هتلاقيه ان اتكلمت في الموضوع ده قلت انت هو ليه عشرة الاف طلبية هتعدي على العشرة الاف طلبية وتعمل لها update يعني تعمل لها ايدة تعديل تعدل بقى في الطلبية الاولى والتانية من عشرة لامتين من عشرة لامتين طول ما انت ماشي انت ساعتها حتى لو لو نزلت برنامج بالشكل ده في شركة الشركة تضطر تعاين موظفين للتعديل بس الناس دي جايه ما بتشتغلش الناس دي جايه تعمل تعديل للبيانات بس واحد بيشتغل مع احمد نجم واحد بيشتغل مع سين واحد بيشتغل مع صات جايين بس يعدله في ايه؟ في بيانات ولكن اساسا زي ما قلتلك ان الconcepts او الbasics بتاع data base ما ثابتش ساجرة عشان ايه؟ نتكلم في موضوع زي ده لما دخلك دلوقتي على الainforce بيقولك ايه؟ بيقولك ان انت الainforce بتاعك تمام؟ ليه حالتين؟ يا اما delete rule يا اما update rule ده معناه ايه؟ وده معناه ايه؟ delete rule معناها المفروض ان انت لما تيجي هنا في طبعا المفروض تقوله ايه؟ cascade وهنا cascade no action يعني كأنها مش متاكتفة طبعا اشرح لك انا الكلام ده كويس يعني ايه الوقت؟ المهم delete rule معناها ان انت بتقوله ان انا لو لغيت او حذفت السجل الموجود في الجدول الرئيسي احذف لي اي سجل مرتبط بيه ايا كان بقى نوع الارتباط وانتو مني وانتو وانتو مني ايا كانت طبيعة العلاقة مدامة حذف السجل ده او السطر دوت او الرو ده احذف لي اي سجل مرتبط بيه وده delete ايه؟ اسمها delete rule وبخلي القيمة بتاعتها بايه؟ بكاسكيت update rule update rule هي المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها اول ما اعمل اي update او اعمل اي change في ال value بتاع الفيلد ده في قيمة الحقل ده غير لي كل قيم الحقل دوت في الجداول المرتبطة بالجدول الايه؟ الرئيس اللي انا بشتجل فيه يعني لو رجعت بالفيديو الورا وشفت الصورة اللي انا كنت جايب لك فيها جدولين تحت بعض جدول العمل او جدول الطلبيات وجيت غيرت الاي دي بتاع احمد خليته من 10 الامتين automatic لو انا هنا عامل في العلاقة بتاعتي cascade في update rule عامل cascade هيتغير معي في العشر تلاف طلبية الاي دي اللي هو عشرة هيتغير automatic بشكل automatic هيبقى ايه؟ هيبقى متين يبقى طول ما انا عامل cascade في update هيعمل ايه؟ اي update هتتعامل في الجدول الرئيسي على الحقل المشترك او على الحقل محل العلاقة متقوليش طب انا عملت مثلا updates او changes فين او غيرت في القيم بتاع الحقول التانية وما لقيتهاش لا انا بتكلم ان updates دي او ال cascading دوت او ال enforcing ده بيكون مطبق على الحقول او columns محل ارتباط العلاقات ما بين الجداول تمام؟ يبقى انا دلوقتي لو عملت update او اي change في الحقل الرئيسي اللي هو في الجدول الرئيسي او الحقل محل الارتباط في الجدول الرئيسي هيعمل النفس اللي changes ديت فين؟ في نفس الحقل المرتبط بي في الجدول الايه؟ الفرعي وبالنسبة لل delete enforcing او delete roll داخل ال enforce اي delete للسجل داخل الجدول الرئيسي هيلغي في المقابل من السجلات المرتبطة بيه بالجدول الفرعي هنا ممكن تحط اي description لل relationship بتاعتك اكتب مثلا العلاقة بين بالشكل ده ودوس هنا ايه؟ اوكي اتنشأت العلاقة اللي ايه اللي قدامك؟ علامة المفتاح دي تمثل ان بداية العلاقة عندي بدقة من هنا من primary key يعني علاقة one two a two infinity او two many وبنفس الشكل هاخد من subject id كده واعمل ايه؟ قفلتها فين؟ قفلت الماوس على subject id اللي هنا الراجل هنا اخد بالك تمام؟ كلام دوت انت مفروض درس كويس من شوية هندوس هنا اوكي الراجل ما اعتردش هاجي هنا بقى اعمل ايه؟ اعمل update اقول له cascade طب هنا في delete اعمل cascade برضو انا هسألك سؤال او انت تقريبا المفروض انت اللي تسأل السؤال دوت انا امت اعمل نو اكشن للاثنين وامت اعمل نو اكشن في delete وكاسكيت في ال update وامت اعمل كاسكيت في ال update ونو اكشن في ال update امت ده وامت ده وامت ده اخد بالك ان انا زي ما قلتلك قبل كده ان قوة ال applications او قوة البرامج اللي انت هتعملها تمام؟ اه 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 تتوقف نسبة تقريبا اه اه مش هبالغ لو قلت 75% او 80% من قوة ال applications دي على logic او على المنطق اللي تبانت بيه قواعد البيانات ان ما كانتش قاعدة البيانات بتاعتك support للنرماليزيشن والانتجريشن بتاع ال data وان ال data مقتصرة وان اي حركة بتحصل في جدول بتسمع في التاني وفي تكامل ما بين القاعدة مش كل جدول بيشتجل لوحده تمام؟ كل ده هتسلنا على فكرة بيرفع من قوة ال application بتاعك وبيرفع من performance بتاعه وبيرفع من كفاقته تمام؟ المهم فيه logic مالوش دعوه بالبرمجة ولا ليه دعوه بالdesign ازاي بقى؟ هديك مثال صغير لو انت جيت دلوقتي في الجدول اللي قدامك ده كلمة سيبك من العلاقة اللي احنا ايه بنشتجل فيها دي خليك في العلاقة القديمة اللي فاتت دلوقتي انا عملت علاقة ما بين ال student id وال student id اللي هنا ال student id اللي هنا لو اخد رقم 5 وخلتها 6 ايه اللي هيحصل هنا؟ تنغير معي 6 لان ال update rule انا عامل فيها ايه؟ عامل فيها cascade تمام؟ ولو حزفت ال student id اللي هنا ايه اللي هيحصل؟ هيتشال اي rose او اي records موجودة هنا متعلقة بمين؟ متعلقة بدا لان انا عامل في delete rule cascade delete الكلام ده اتفقنا عليه؟ معنى الكلام دوت ان اي سجلة او اي طالب هيمشي من المدرسة الطبيعي بتاعي ان انا مش عايز الدرجات بتاعته يعنى انا مثلا طالب ساب المدرسة ومشي خلاص هو مثلا انا عندي المدرسة مثلا ابتدائي بس يبقى هو اول ما دخل اعدادي راح ساب المدرسة ومشي راح يكمل في مدرسة تاني يبقى انا احتفظ بالسجلات بتاعته ليه او احتفظ بالدرجات بتاعته ليه انا عايز اول ما الطالب يمشي كل البيانات بتاعته تضطير من عنده بيانات درجاته يعنى تمام؟ يبقى انا ساعتها محتاج ايه؟ محتاج cascade delete وبالطبيعي ان انا محتاج طول ما انا اثناء ما الطالب دوت موجود عندي اي update او اي changes تحصل في ال id بتاعه تتسمع فين؟ تتسمع هنا طيب تعال انا بقى نيز ده على مين؟ على ايه؟ على الجدول اللي اسمه subjects خد بالك لو انا عملت cascade update يبقى اي تغيير في كود المادة هنا هيتغير معايا فين؟ في كود المادة اللي هنا الكلام ده منطقي وزي الفل طب لو جيت عملت هنا cascade delete و جيت حزفت مادة من ضمن المواد هيعمل ايه؟ هيشيل كل السجلات المرتبطة بمين؟ بايه؟ بالمادة دي؟ ده مثلا هافترض انه مش طبيعي هافترض ان الكلام ده مش منطقي مش عملي يعني مثلا انا بد بتسع مواد جيت في مرة قلت لا انا هديهم تمانية بس واحزف المادة التاسعة دي اللي هي الجيوجرافي تقريبا جيوجرافي تمام؟ انا فاكر انها كانت كده يعني ايه هاحزفها مش من الطبيعي ان اول ما المادة تتحزف يتروح محزوفة بقى كل حاجة انا ممكن احزفها النهاردة وارجعها بكرة ممكن احزفها السنة دي وارجعها السنة الجايه زي التعليم مثلا بتاعنا مادة النهاردة ومادة بكرة والصبح ومادة بعض الظهر تمام؟ طبعا مش دي الخاضيه اللي احنا ايه بنتكلم فيها ولكن دلوقت انت بتعمل دليت او كاسكيت دليت بناءا على الوضع اللي انت شايفه هل فعلا العلاقة دي محتاجة ان لو الريكورد او لو الرو اتحزف من الجدول الرئيسي تتحزف الريكوردات او الروهات المقابلة ليه في الجدول المرتبط بيه ينفع ولا ما ينفعش عمليا ومنطقيا وعلميا علميا ماشي معاك زي الفل علميا فعلا او انت لو عملت لو عملت كاسكيت دليت او الريكوردات اللي هنا لو تشال ريكورد من الريكوردات اللي هي في الجدول الرئيسي اللي هو البراند تيبل هتتشال المقابلة ايه؟ ليه في الريليتد او الريتشال تيبل كل الكلام دوت مفيش عليه اي اختلاف ولكن من الناحية العملية والمنطقية هل يصلح ولا ما يصلحش؟ والله لو يصلح معاك الكلام دوت تمام وانت شايف ان الكلام ده صح؟ يبقى تكلع الله وخليها ايه؟ واعمل كاسكيت دليت ما ينفعش يبقى ما تعملش كاسكيت دليت وخليها بنو اكشن واعمل اوكي وتنشأت العلاقة زي ما انت شايف كده ونعمل سيف بيقولك بقى انت عايز ايه؟ عارفين الكلام ده بتاع ايه؟ الورنينج ده بتاع ايه؟ فاكر انت الرسالة اللي انا قلتلك عليها اللي هي او البروبرت اللي انا قلتلك عليها انه هيعمل تشيك قبل الري انيبولينج؟ هيا دي هقفل انا الكلام ده وابجع المين للجدوة البتاعي واقوله اوبين تيبول لو جيت انا وروحت قلت ان الطالب رقم واحد مع المادة رقم سبعة جايب تبانين في المية الراجل ما تكلمش لكن لو جيت قلت ان الطالب رقم اتنين وعشرين مع المادة خمسين جايب ستين وجيت امشي بعيد كده قال لي ايه بقى؟ الرسالة اللي قدامك دي بتقول ايه؟ بتقولك ان انت الرو رقم خمسة ما تعملوش commit لسه لما يتم اعتماد الرو ده الرو المسج بتاعتك بيقولك اذا insert statement conflicted with the foreign key constraint انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل insert للداتا لسه انت بتدخل بيانات تمام؟ بيقولك ال insert statement هو انت اول ما بتدخل بيانات SQL Server لما هنوصل قدام للترانزاكت SQL تمام؟ بيجنريت حاجة اسمها insert into statement تمام؟ المهم بيقولك ال insert statement بتاعتك متعارضة مع مين؟ مع القيود ايه الخاصة بمين بالفورين كي داخل العلاقة اللي اسمها foreign key underscore scores underscore A student details ده اسم الايه؟ اسم العلاقة ورده لك تقريبا واحنا بنكارية relationship بيقولك ال conflict دوت occurred in database school حصل في ال database اللي اسمها school ال table اللي اسمه student details ال column اللي اسمه student id دي معنى الكلام ده ايه بقى؟ اخد بالك ده لسه هو بيتشك ال column ده بس ده لسه ما وصلش عند ال column التاني وهو معنى الرسالة دي انه يا دوب اكتشف ال error دوت مع مين؟ مع ال column ده لانه فعلا لما جيه يعمل commit لل record ده او لل row ده ملاقاش ال student الرقم 22 تمام؟ هارجع خلي دوت مثلا student رقم 10 وها جيه اعم امشي بعيد كده سهم الفوق او سهم التحت هتطلع المسج اللي قدامك دي وقالك بقى المرة دي في database برضه اللي اسمها school ولكن في الجاد واللي اسمه ايه؟ اسمه subjects في ال column اللي اسمه subject id انت فعلا كده ما عندكش مادة اسمها ايه او رقمها 50 هنقول مثلا دي المادة رقم 3 تمام؟ كده ما فيش اي مشاكل افترض بقى ان الرجل بتعدية entry غلط غلطة تانية خالص دلوقتي انا منعت الرجل بتعدية entry انه يدخل طالب مش موجود او مادة مش موجودة ولكن افترض الرجل بتعدية entry راح عامل كده هو يدخل دلوقتي مين طالب رقم 10 مع المادة رقم 3 جي راح عامل كده برضه طالب رقم 10 مع المادة رقم 4 بس بدل ما يكتب 4 راح كاتب كام؟ 3 وعمل كده ابلو الله تبقى انا لما اجي استعلم بقى بعد كده عن الطالب رقم 10 مع المادة رقم 3 هيطلع لي انه جاب 60 ولا جاب 75 ايه هطلع لي الاثنين وانا اختار منهم مثلا ولا هل ده منطقه انه يحصل كلام ده logical ولا مش logical طبعا الكلام ده غلط كلام ده غلط ولذلك في junction table افتكر بقى الكلام ايه اللي احنا اقول لها من شوية لقولها هنرجع له فاكر لما جيت كده عملتلك عملتلك sell mark كده على وحنا بنقرأ topic قلتلك ان انا هرجع للجزئية دي ساعة ما كانت فيها ان انا في junction table او في جدول الربط اخلي الحقول المرتبطة بالجدول الرئيسية primary key في نفس الوقت ارجع كده بالفيديو ايام ما كنا او وقت ما كنا بنتكلم على junction table او العلاقات في اول session دي تعالى بقى ايه ورجعها كويس وتعالى نشوف بقى ايه الكلام دوت هتنفز ازاي المفروض لو انت افتكرت برضو في session اللي فاتت قلتلك ان primary key لاما column or a or state of columns لاما بيتكون من column واحد او مجموعة من columns التاعتي طب رأيت اكليك كده على scores و modify لو انا خليت دوت primary key لوحده كده انا ما عملتش اي حاجة في الدنيا ليه؟ لان المفروض ان junction table بتاعي عايزه يقبل double key في student id ولو خليت ده لوحده primary key برضو كده ما عملتش اي حاجة لان انا برضو كده ايه؟ خليت ان scores في جدوة scores دوت ما يقبلش double key في ال subject id ولذلك هدوس كده shift ومع الاتنين مع بعض هدوس ايه؟ set primary key بقول الاتنين دلوقت ايه؟ primary key انت دلوقت المفروض تبقى فاهم ان الاتنين primary key يعني ايه؟ تمام؟ كلام دوت انا شرحته كويس خالص في ال station اللي فاتت يعني نرجع كده لايه؟ من الجدول نقول له open table الراجل هنا ما اعتردش ليه؟ ما هو واحد هنا متكرر مع واحد هنا تمام؟ اهو student ID متكرر ثلاث مرات اهو؟ ايه المشكلة ما هو الراجل ما اعتردش؟ لا خد بالك ان انت ال primary key على الاتنين مع بعض هل تم تكرار الواحد والواحد دول بعد دوت يعني بعد ده او قبل ده؟ ما حصلش هل تم تكرار الواحد والاتنين مع بعض؟ هل تم تكرار الواحد والسامع مع بعض؟ لا نقول لو انا جيت كده بتقول له عشرة وثلاثة وهنا خمسة وسبعين و جيت امشي بعيد قالك اه violation a of primary key constraint انت الوقتي كسرت القيد الخاص بمين بال primary key اللي هو bk scores تمام؟ can't insert duplicate key in object dbao.scores اللي هو ده primary key بتاعك الاثنين مع بعض؟ مش العشرة بس ولا الثلاثة بس؟ لا العشرة والثلاثة مع بعض تمام؟ ولذلك مثلا هرجع اخلي دي مثلا المادة رقم اثنين وبالتالي ابلو قدامك بدون اي مشاكل تمام؟ يبقى انا في الstation number 4 اللي معانا ديت عرفت يعني ايه relationship وعرفت يعني ايه foreign key عرفت ازاي بكرية relationship عرفت ازاي دلوقت انا بعمل junction table المفاهيم دي المفروض حضرتك طبعا اثناء الstation زي دي تكون معاك وراء وقلم وتكون بتنوت الكلام دوت كويس بتسجل الكلام دوت كويس بحيث انك ترجع له وقت ما تحب المفروض طبعا ان انت بتعمل حاجة ليك انت بقى وانت شجال كده تعمل فهرس كده لكل ايه تعمل index لطيف كده لكل session عشان تبقى عارف لما تحب تدور على حاجة معينة داخل الفيديوهات ديت تبقى عارف ان الحاجة دي موجودة في session الفلاني من ضمن برضو الحاجات اللي تطرقنا لها موضوع العلاقات دوت لانه موضوع مهم جدا وازاي انت بتكرت relationship ما بين الجداول وبعضها وازاي تحط كونسترين وطبعا بمراجعة sessions اللي فاته انت المفروض تكون ايه تكون بتطبق معايا session by session الحاجات على فكرة اللي انا بشرحها مش هتثبت في دماغك جر لما تغلط بايدك وتشوف نص الخطأ قدامك وتعرف بعد كده ان الخطأ ده لما بيظهر بيكون من كذا انت المفروض تكون يعني ان شاء الله هتوصل لمرحلة ان انت اول ما تعرف الخطأ او اول ما تشوف شكل الرسالة تلقط فيها كلمتين ثلاثة مش هولك معنى كده ان انت هتفجهالها يعني لا تلقط بس عينك بس تيجي على كلمة والاتنين او ده انا الخطأ دوت كذا كذا ده انا هروح اصلاحهم المكان الفلانة على طول يعني بناء على كلمتين ثلاثة او على نص المسج اللي هتطلع لك ال error message اللي هتطلع لك لا والله ده انا كده خلاص بقى ايه مش مستنيها عرقها كلها واحدد منها او ديتر ماين منها مسلا المكان لل error دوت لا ده انا كده اول ما شفتها عرفت ان انا عندي error في 1 و 2 و 3 اقوم بقى اجري بسرعة اعدل 1 و 2 و 3 وارجع اكمل شغل الاهم زي ما قلتلك ان انت بتعمل زي تطبيق معايا في كل session بالsession بتاعتها ان شاء الله باذن الله محاضرة جاية هنحاول بقدر الامكان نلم شوية موضوعات كده برضو مهمة وندخل في Transact SQL او في SQL اللي هي Structured Query Language انا تقريبا كنت اقيل في session number 3 ان انا هتكلم عنها في session number 4 ولكن زي ما حضرتك شايف الوقت مش مساعد انا بس حبيت اوسع او اسطرت شوية في المواضيع بحيث انك تلم معايا الافكار والتريكس اللي انا بتكلم فيها وبكده نكون وصلنا لنهاية session number 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر